الجلسة الثالثة للبرلمان العراقي قلبت التوقعات بانتخاب سليم الجبوري رئيسا للبرلمان بأغلبية 194 صوتا وسط حضور لافت للتوافق السياسي الذي كان غائبا خلال جلستين سابقتين فإذا الخارج اتفقوا على أن يعبروا لهذا البلد سيشركها بصراحة سيقولون التفقوا يتفقون إذا ما حج يقال يجيب لي لأخر العتاب الدستور العراقي يشترط انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له في جلسة واحدة لكن البرلمان لم يجد بدا من جولة ثانية من التصويت لانتخاب نائبي رئيس المجلس باللحظات الأخيرة كانت هناك رغبة من الأخوة في دولة القانون أن يزجه السيد حيدر العبادي بأن يكون النائب الأول فإثارا من المجلس الأعلى وحسب توجيها سمحت السيد الحكيم على أنه لا نزاحم أحد من الأخوة في التحالف الوطني خصوصا في دولة القانون وبالتالي نسحب مرشحنا لصالح الدكتور حيدر العبادي وطبقا لبنود الدستور العراقي لا يزال أمام البرلمان فترة شهرين كاملين لتسمية رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء بعد ثلاث جلسات تمكن البرلمان من تجاوز أول عقبة في تشكيل الحكومة المقبلة وهي انتخاب هيئة رئاسة البرلمان وتشير التسريبات إلى أن الأكراد قد حسموا أمرهم بتسمية برهم صالح لرئاسة الجمهورية لتبقى ثمانية أسابيع أمام التحالف الوطني لحسم أمر مرشحه لرئاسة الوزراء طارق ماهر سكاي نيوز عربية بغداد